عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لاستعراض مقترحة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 وأكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية واستناد خطتها ومحدداتها الرئيسية إلى تمكين القطع الخاص وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن الخطة تشمل مجموعة من التوجهات الأساسية في مقدمتها التخرج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة